سلام المسيح مشاهدي قناة الحياة برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج المرأة المسلمة في رسالة غلطية بيقول الكتاب كده لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح لبستم المسيح ليس يهودي ولا يوناني ليس عبد ولا حر ليس ذكر أو أنسى لأنكم جميعا واحد في المسيح النهاردة بشجعكم أنكم تشوفوا أنفسكم والآخرين من منظور محبة الله محبة الله الخلاقة المحتوية المقوية المغيرة جميعنا واحد في المسيح كلنا واحد في المسيح نتحد به نتقوى منه نستطيع كل شيء في المسيح الذي يقوينا ويكملنا ويمحسنا لنكون قديسين وقدسات به وحده بيه وحده هو الوحده اللي يقدر يعمل كده في حياتك وحياتي شوف نفسك ونفسك بعيون الله عشان تعرفي قد إيه أنت محبوبة وإنت محبوب عشان تعرف العدل والمسواة من منظور الله لا رجل ولا أنت بل أبناء وبنات الله لما بنكبر وإحنا صغيرين والأخ والأخت بتربيين مع بعض ولسه سنتين تلاتة للولد ولا البنت بيبقوا شايفين فرق بيني وبين أخوي أو بيني وبين أختي بيبقى في حب وترابط وانتماء بيبقى في عطاء بيبقى في يعني مرات بشوف كده فيديوهات للأطفال على اليوتيوب والحاجة تلاقي الولد بيأكل حاجة ويدي لخته قطمة والبنت كذلك العائلات السوية اللي فيها محبة بيبقى ده ظاهر جدا في براءة الأطفال الله عايزنا ننظر لبعضنا البعض من المنظور ده من أنه أنا مفيش بني وبينك نزاع مفيش بني وبينك خناء مفيش بني وبينك يعني مسابقة أنت ابن الله وأنا بنت الله لك مكانتك لأي مكانتي اللي اتنين على قدم المساواة أمام الله واحد الفكرة الإسلامية بتاعت القوامون واللي فوق واللي تحت دي مش فكرة كتابية أبدا ولا هي من قلب الله أصلا أعتقد أنه مفيش صورة أوضح من الصورة اللي في الآية دي أن احنا كلنا في المسيح لا ذكر ولا أنسى لا بيد ولا سود لا حر ولا عبد كلنا واحد في المسيح متغطيين بيه أنا حبيت النهاردة أن أنا ديكم لمحة عن الحقيقة نبتدي بيها أول قبل ما ادخل بقى في موضوعنا النهاردة اللي فيه يعني كتير من المغلطات الكتابية والإنسانية وأكاذيب شيطانية عشان نفرق بين رؤية الله لينا وأكاذيب الشيطان حلقة النهاردة بعنوان المرأة والشيطان فيه نظرة إسلامية اتكلمنا عنها كتير لكن عايزة أجملها لكم النهاردة بتضع المرأة في إطار شيطاني زي مثلا لما محمد يبقى يقول حديث بيقول فيه أنه المرأة تأتي ومعها الشيطان هناك إغراءات تأتي معها هناك إثارة تأتي معها طبعا عارفين أنه الحديث ده تقال لما محمد اشتهى امرأة وراح جامع مراته وبعدين قال لهم يا أخي ده الست ده من تيجي وقوم معها شيطان كلامه لعائشة عن شيطانها أجاءك يا شيطانك يا عائشة قالت له أنا ليه يا شيطان يا رسول الله لا أكلنا بس أنت يعني أجاءك يا شيطانك يعني لما أنت وزك الشيطان تعرضيني أو تشك فيه أو whatever كأنه الشيطان ده بقى محمد عمل الشيطان جزء من حياتهم وجزء فعال بيقود وبيعمل وبيتكلم وبيتسمع كلامه وبعدين يقول لك أنا الله عني على الشيطاني فأسلم فجعل الشيطان حقيقة جزء من حياة المسلمين كلام القرآن أيضا بيضع النساء في شكل شيطاني أن النساء كيدهن أعظم من كيد الشيطان إن كيدهن عظيم وإن كيد الشيطان كان ضعيفا مش في نفس الآية مش في نفس الصورة لكن هم الصورة الأكبر أنت بتقول إن النساء كيدهن عظيم لكن الشيطان كيده ضعيف وإنه أيضا يضع المرأة في صورة المتحوك عليها من الشيطان دايما الشيطان بيغريها دايما يقول لك وإن النساء يخضعنا بالقول فلا تخضعنا بالقول ليه؟ علشان ما تضعفوش الرجال إذا كان الرجل في قلبه مرض وهيبصلك يبقى أنت ما تدلعيش ما تتغنجيش وكأنه هي صوتها ولا كل ست بتخرج تتدلع وتتكلم مع الرجالة بدلع فيصورها على إنها دائما مصدر شهوة وخطيئة بالتبرج واللي على حسب إطار الشكل الإسلامي اللي إيه تبرج وإيه مش تبرج وهنا حتلاقي في الصورة الإسلامية إن فيه توافق بين الصورة الإسلامية لأن المرأة دائما يا بتأتي في صورة الشيطان يا بتتوافق مع أفكار الشيطان يا بيستخدمها الشيطان يا إما إنها كيادة فالشيطان بيستخدمها في الكيد الآخرين يعني طبعا الكلام ده متصل بصورة يوسف وكلها دائما فيها إغراءات جنسية يعني بالشكل ده فيه ارتباط مباشر بين المرأة والشيطان في الفكر الإسلامي المحور المقابل لده اللي أنا عايز أتكلم برضو فيه النهاردة إنه وهو المحور اللي بنشوفه النهاردة في بنات وأبناء الله في المرأة الحرة حتى ولو ما كانتش تتبع الله هي المرأة أحيانا الآن في المجتمع بتاعنا هي في مواجهة الشيطان كل يوم فالمحور اللي أنا عايز أتكلم فيه المحور الثاني هيكون هو إزاي الستات بتواجه الفكر الشيطاني وإزاي محبة الله وعدله وقوته المعطاء للمرأة هي معطاء لبناء الإنسانية وإنه فيها عدل وإنه فيها محبة وإنه فيها تقدير وإنه ليس فيها أي إخلال بإنه المرأة أضعف من نحيا دي أو أضعف من نحيا دي أو إنها سبب كذا هي الفكرة إنه الخطية بتغري الإنسان مش المرأة سبب الخطية أحيانا لما بنميل الدفاع في اتجاه معين بيبدو إن إحنا بنهاجم الآخر وبنتحيز لكن مش ده اللي أنا هعمله النهار ده أنا النهار ده هأقر الحقائق الإلهية والكتابية اللي الله بيقول فيها يعني بيكلمنا فيها عن القدرات وخلقته للمرأة والرجل إزاي فيها تساوي وعدله ومحبة وإنه كل اللي بيضعه الشيطان في الأفكار الإسلامية ده غير مقبول وغير حقيقي وإنه نتج من فكر شيطاني أنا شفت مؤخرا يعني اتجاه اللي خلاني أفكر في الحلقة دي وتبقى يعني الحلقة دي الفيديوهات اللي شفتها ممكن نكون اتعودنا نسمعها لكنها في الحقيقة قرقتني جدا وقلمتني جدا ويعني لدرجة الغضب يمكن أنت لما تشوف الفيديوهات اللي هحطها لكو دي ما تغضبش إنك تعودت تسمعها أو أنت تعودت تسمعيها وتصدقيها لكن أنا عايز أقول لك النهار ده إن الله عايز يحط فاصل بين الكذب والحقيقة علشان تخرجي من ظلمات الأكاذيب وبراثن الشيطان لحرية المسيح وحرية أبناء الله في المسيح فأنا شفت اتجاه الحقيقة للرجوع لفكرة محاربة عمل المرأة بشكل عام لكن دي الصورة اليفطة اللي ظهرت اليوم دي في عدة فيديوهات من عدد من الشيوخ المعاصرين واللي قريبا عملوا الفيديوهات دي زي الخميسي اللي هنشوفه بعد شوية وأيضا ناس عامة يعني واحد بيحط رأيه بقى وقعدي يتفلحس يعني معرفش إذا كانت يتفلحس دي يتفازلك شكرا يعني قعدي يتفازلك بقى ويورينا رأيه الشخصي ويزعم المرأة بيهدم البيت والكلام ده كله راجل عادي بس راجل يمثل فكر الرجال اللي في المجتمع ده فخلينا نشوف قد إيه يعني الموضوع ده مصدره الفكر الإسلامي لأنه الأرق من عمل المرأة بياخدنا مباشرة للأرق من تعليم المرأة علشان لما بتعلمها بتفهم وبتتفوق علشان لما بتحارب علشان تاخد حقها في التعليم وإنه يبقى ليها يعني تطلعات خاصة ليها فكر خاص ليها اختيار في إزاي تسير حياتها مش تروح من أب الولي لزوج لإنه حتى أولادها يبقوا أولياءها يعني لا وجود لحياة ورغبات وأفكار وإنتاج وإبداع المرأة في مجتمع يوطي الإسلام خالص شرقا وغربا خلينا نشوف الفيديو الأولاني ونشوف كده إزاي الشيوخ بيبدأوا في إلقاء اتهامات جديدة على المرأة وتحملها زنوب الآخرين فيروح كده محود بتهمة جديدة على المرأة يقول إنها بتخري بالبيت شوف الفيديو وطبعا الطلاق ما حد يختلف إن نسبته زايدة كده وأنا أتصور بس ما تزعلون ها لا لا الرجل هو السبب عندي أهم أسباب الطلاق اللي هي عمل المرأة خروج مرأة من البيت وعملها واستغناءها عن الرجل وصار راس براس والقضايا المادية بين الرجل و المرأة حتى الرجل يعني صار يعني حاسب ما بيش تقلي ببيت بيش تشغلين نبي فلوس المرأة قلت ما تحسنها بحاجة للرجل يعني طلق يلا طلقش المشكلة أنا عندي وظيفتي يعني أذكر قبل يقولوني الحريمة كبارها خل المرأة تتدرس وكذا وكذا خلت تدرس مشكلة زين بتزوج لأ لما تحصل شهادة ليش لأن باتت طلقية صارت أرملة على الأقل عندها شهادتها مو إلا تشتغل بس عندها شهادتها غريب جدا إنه المزيع أولا بيقوله يعني أنا طبعا شايف إن الطلاق نسبته زادت بس ما تزعلوش مني فالمزيع قال له أنت تقصد أن الرجل السبب قال له لا الستة طبعا شغل المرأة عمل المرأة هو السبب يعني أنا مش عارفة نسبة النساء العاملات في السعودية مثلا قد إيه عشان يبقى هي دي الفكرة اللي مخليك تقول إن نسبة الطلاق زادت في السعودية مثلا بسبب عمل المرأة يعني هو حديثا الستات اتفتحت أمامهم مجالات كثيرة لكن الاتجاه الأول إنه شغل الست هو اللي بيخرجها من البيت وبيخليها بقى تهمل في جزها وبعدين السؤال هنا هل هو بيتهم إنه الست اللي بتشتغل دي بيقول بقى إنها هتتحرر وتحط بقى رأسها براس جزها وكلام من ده معرفش جابوا منين رأس براس دي يعني أنا مش فاهمة ليه ما يكونش الزوجين متساويين في كل شيء أصل التساوي لازم ييجي باتفاق على أصول معينة وهي إنه أنا وإنت بنتبع الله بنسمع من المسيح بنعيش لله لكن ده مش موجود في الإسلام أنت بتؤدي فرود وطاعات أنت مش فاهمها ولا راضي عنها أنت بس بتعجبك الحاجات والطاعات اللي بتخليك تبقى يعني قيم على المرأة وواصع عليها وتخليها تعمل اللي أنت عايزه وهي تكون موجودة لتسديد كل احتياجاتك لكن في المسيح لا الكتاب المقدس بيقول إن إحنا الاتنين شركاء مع المسيح في الحياة دي واحد يقعد تاني يقومه واحدين ستاني يفكره اللي اتنين بيعملوا لمصلحة الأسرة والمجتمع والحياة مع الله فرق فرق كبير يعني الأسرة المسيحية السد بتشتغل والراجل بيشتغل اللي اتنين بيشتغلوا علشان يكفوا احتياجات الأسرة ولأن الرباط المقدس اللي بينهم بيخلي عينيهم على الله مش على المجتمع اللي حواليهم ولا الإغراءات اللي حواليهم ولا المتعب اللي حواليهم لا الرباط المقدس اللي بيربط الراجل والست في المسيح بيخلي الاتنين يروحوا بتعبهم وأخطأهم ومشاكلهم للمسيح النهاردة فيه أخت من الأخوات كتبتلي قتلي لو سمحت تصلي الجوزي هو بعيد عن الرب دلوقتي يا هي تصليله والمجتمع يصليله والمجتمع المسيحي والإخوة والأخوات في الرب يصلوله لحد ما يقف على رجلي لأنه أهم حاجة بالنسبة لها أنه يكون عينه عن المسيح وحياته الأبدية وخلاصه مش بقى جوزي جاب ما جابش زعقلي ما زعقليش لا خالص مش ده لو حياتك مرتبطة بالله بشكل صحيح وحقيقي ومن قلبك كل شيء هتحتمله سوا فرق فرق لكن الحياة في الزواج الإسلامي أنت بتديني قد إيه وهتقدميلي قد إيه وكذلك المرأة بنفس الطريقة لأن أنتوا ربطوهم على كده ويقولك أنه العمل بالنسبة له أنه العمل يحيد المرأة عن دورها الأساسي زي ما يراها الإسلام الإسلام دورها الأساسي أنها تقرر في البيت وتربي العيال وتدي الزوج كل حقوقه وتهتم بيه وأن يرجع يقولك أصلها الزوجة المستمرة مش مفروض عليها تطبخ وتكنس وتعمل ده مش مفروض عليها لا مفروض عليها هي احتياجات هو أي حاجة يقولها الزوج أنها تعملها أنا عايزك تنظفي كويس أنا عايزك تطبخيلي كذا أنا عايز أكون من إيدك أنت أنا عايزك ما تخرجيش أنا عايز دي احتياجات اعترض على ربنا بقى يعني تحوير الكلام ما ينفعش إحنا فاهمين أنه في الإسلام مشكلة الراجل مع الست أنه دورها أنها تكون قاعدة في البيت بتخدمه دلوقتي هتخرج ويبقى لها إرادة ويبقى لها رغبات ويبقى لها فكر ويبقى لها مكان في المجتمع ينو ما ينفعش غير مقبول في الإسلام لأنه الإسلام جي لغى دور المرأة اللي كان قابله اللي كان موجود قابله اللي كان بينمو في المجتمع ده لكن كان شغال في المجتمعات تانية من بدء الخليقة يعني أوكي وبعدين يروح واخدنا في الكلام عن سن الجواز وأنه البنات يعني حيكبروا ولما يروحوا يتعلموا وكده حيكبروا في السن و يعني أنه عملهم وتعلمهم هو اللي بيأخرهم في سن الجواز وطبعا ده بقى حيدخل في موضوع أنه بيخلفوا ولا ما بيخلفوش والكلام ده كله أنه الست ممكن تتطلق بعد كده يقولك الست ممكن لو جوزها مش عايزة تشتغل تقوله لا خلاص يطلقك أنا مهم عندي شغلي ما هو ده احتمال يحصل برضو لأنه ما فيش رباط مقدس بينهم وما فيش فهم بينهم وما فيش حاجة سمها أنك لازم تغصب وحدة تعيش بطريقتك أنت لوحدك وهمش قبل مش كده فيه فكرة يعني الفكرة إيه فتش عن المرأة دي إحنا بنكررها وإحنا ساعات ما بنبقاش عارفين مصدرها يعني دائما ما يلوم المجتمع والناس الست على كل حاجة أنت السبب الست السبب حتى الستات بيلوموا الستات يعني فيه واحدة في يوم من القام هعمل لها حلقة دي يعني حتى فيديو بتقول فيه أنا ما صدقش أبدا أن الراجل يتجوز على مراته إلا إذا كان أنت مش مهتمة به لا الراجل بيتجوز على مراته لأنه عنده الحق دام في الإسلام ولأنه اتقلوا واحدة ست ما تكفكش وأنه ده شرع ربنا مش عشان هي اللي ما كفتوش ما تتحكيش على نفسك يعني على فكرة دي مزيعة ومزيعة معروفة يعني ومش ياسمين عز عشان تبوه عارفين يعني ياسمين عز عندها حاجات برضو فتكات كده زي الست دي يعني لا بس يعني فمش الست السبب في كل حاجة عايز أقول لكم أنه حتة كلمة فتش عن المرأة دي صدرت في رواية كانت في 1800 وحاجة للكاتب أليكساندر ديماس هي يعني الرواية كان فيها جريمة غالبا يعني مش فاكرة قوي لكن حد قال العبارة دي فتش عن المرأة اللي وراء الجريمة يعني إيه يعني الكاتب ما كانش كاتب الكلمة دي علشان يقول المرأة هي السبب في الجريمة لكن واقعيا اللي بتفهمه من الرواية ومن الجريمة اللي حصلت إن غباء الراجل اللي ارتكب الجريمة هو اللي كان السبب علشان حبه للست دي أو رغبته في الست دي هو غباء هو هي ملاش دعو هي ملاش روح روح اقتل لكن احنا خدناها في مجتمعاتنا الإسلامية بالذات بقنا فرحانين بيها قوي يعني فتش عن المرأة هي السبب انت السبب في كل حاجة الموضوع ده فكرني بحاجة كده أنا سمتها مجتمعات خزاعة فاكرين في يعني هي حتة كوبيدية شوية بس أنا حبيت أشاركها معكم كل ما أشوف الحاجات دي يقولوا الست السبب هي اللي عملت انت السبب بيفكروني بمشهد في فيلم الشيماء أعتقد لما قعدوا كده جنب الراجل ويقولوله يا مش عارف إيه مانا الذي قالك روح اقتل مش عارف إيه يقولهم خزاعة 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 دي بقى ربطوها بفزعة المرأة بس يعني الله خليكن نحط لهم الفيديو عشان يشاركوني في الصورة الزهنية اللي عن شيوخ الإسلام تخيلوا انه شيوخ الإسلام دول هما الاتنين اللي وقفين جنب الراجل يقولوله الست 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 فيطلع الراجل طالع يقول هي الست خزاعة شوف الفيديو اسفح خزنيك يا نوفل وفهم الكلام جيدا يا بطل بني بكر من هم ألد أعدائكم خزاعة من زدي قتل بني الأسور خزاعة من قتل كل ثوم خزاعة وسلم وذؤين خزاعة هل تتركون سأركم من خزاعة لا نحن نعيش لسأرنا ونحن ممدكم بالسلاح والرجال ونقاتل معكم يا الشيوخو حيمدوه بالسلاح والرجال ويقاتلوا ضد النساء ويفضل الراجل يقول النساء خزاعة وفزاعة المرأة أنا شايفاها يعني حقيقة بتحصل في مجتمعاتنا الشيوخ يقولوا الست كذا وبتلبس كذا وتروح تتكلم مع الراجل اللي بيع الخضار وبتدلعي ليه على بيع الخضار وهكذا هتشوفه دلوقتي واحد شيخ بيتكلم بنفس الطريقة فيفضل المجتمع يشاور على الست الأول وتفضل الست تحارب في إيجاد طريق للحياة بالرغم من كل الحاجات اللي بتيجي ضدها دي أوكي فدي بقى في نظري أنا الست في مواجهة الشيطان لأنها بتحارب الشيطان الإنس اللي بيتكلموا عنها بالشكل ده اللي بيكسروها بالشكل ده إنها سبب كل المشاكل وكل البلوي ما فيش راجل عايز يتحمل مسؤولية قلبه وفكره وفهمه الفيديو اللي جاي ده هنشوف فيه الشيخ النبولسي المعروف باعتداله ولطفه وسامحته وكلامه الحنين وإصلاح الأفكار الهدامة للإسلام لكنه ييجي عند المرأة ولا يختلف في فكره عن المرأة لأن المصدر الإسلام عشان تبقوا عارفين أنا مش بتكلم على الأشخاص أنا بتكلم على الفكرة أنا لا يمكن قبل هتلاقيني بقول المسلم كذا والمسلمة كذا لا أنا بتكلم على الفكرة المصدر الشر الأساسي في الفكر الإسلامي شوفوا الشيخ النبولسي اللاطيف قوي بيقول إيه على الست تحدثنا عن الدعاة الكبار وعن ما ينتظرهم من مشكلات خطر في بالي أنه أول جهة منوط بها التربية الأم فحينما أخرجناها من البيت وكلفناها أن تعمل خارج البيت خسرت شيئين خسرت أنوستها وأولادها في عنا أول مشكلة لما الأم خرجت من البيت وعملت بقي الأطفال للخدم أحيانا يعني إيه خسرت أنوستها دي يعني عندما أخرجناها من البيت هو أنتو حبستوها بس هي اللي خرجت نفسها يعني عشان عشان لازم نقول الحقيقة أنه مش الراجل هو اللي خرج الست لا الست هي اللي خرجت نفسها هي اللي حربت عشان تاخد كان في بعض الرجال اللي ساعدوا في الأمر لأنهم معتدلين معتدلين أو يعني مختلفين آه لكن هتكلم على أنه الإسلام هو اللي قارنا في بيوتا كنا دي بتاعة الإسلام بس لازم يعني وأنا بسمعه كده يقولك خسرت أنوستها لما خرجت ليه خسرت أنوستها لما خرجت هي هي الست اللي بتخرج لشغلها محترمة كريمة لطيفة نظيفة مهزبة الشكل بترجع برضو بيتها هي هي الأم والزوجة الحنونة الحلوة اللطيفة مرهقة آه لكن بتقوم بدور الراجل ما يقدرش يقوم به سؤال إيه هو التصور عن دور المرأة منذ بداية التاريخ يعني أيام هل الست كانت بتقعد في الكهف تطبخ وتولع النار وتحمي العيال مثلا والراجل بيخرج لوحده لا طبعا الأسرة كلها بمراحل نموها وكل الأدوار اللي مرت بحياة الأسرة عبر التاريخ كانت الست مشتركة فيها بتشتغل فيها بأشكال مختلفة بتشتغل في الحقل بتشتغل في الزرع بتشتغل في دبغ الجلود بتشتغل في تفصيل الهدوم كل العطايا والنعم اللي ربنا ادها لها من مواهب اللي احنا بنشوفها في أمثال واحد وتلاتين دي مثلا المرأة الفاضلة اللي ربنا بيرسم لنا بيها صورة لحياة المرأة ودور المرأة مش عشان هو استثناء لكن هي صورة القوة المعطاة من الله لهذه المرأة من الله للمرأة عموما ادها بيد الراجل بتشتغل في كل حاجة بتشوف حقل تميزه كده بتقول ده يبقى كويس نشتريه وتروح تعمل الديل وتشتري الحقل وتحوش وتربي وتأكل وتحط غط على العيال وتسق في البيت يعني الست عبر التاريخ كانت ادها بيد الراجل في كل حاجة ليها دور يكتب الدور يحكى الدور دي دي حاجة تانية او يختفي الدور لما يجي الاسلام بفكره فيمحي دور الستات مثلا او يمحي دور الستات اللي عملوا حاجات حتى وينسيبها للرجال ما ينفعش ان احنا نفكر انه المجتمع كان قائم على العمل للرجال فقط انه ما نقرأ في العهد القديم ادوار النساء في انقاذ الشعوب استر ابيجيل اسمها ايه ابيجيل بالعربي هي اسمها ابيجيل مش كده دبورة دول بس اسامي يعني المعروفة لكن هناك ذكر للكثيرات في الكتاب المقدس اللي ربنا بيتكلم عن ادوارهم الهم في تغيير التاريخ الا بس ما تيجي عند الفكر الاسلامي يقولك لا يعني قرنا في بيوتا كل اللجوء لفكرة الطلاق دي اسر ديل بصراحة انك عايز تقول انه عمل الست هو السبب في كتر الطلاق ده اسر ديل لانه في المجتمع عموم المجتمعات اليوم الاسر اللي بتعتمد على دخل واحد لفرد واحد في الاسرة قليلة جدا وخاصة المجتمعات العربية يعني شوف في مصر الست بتشتغل شغلتين وثلاثة علشان خاطر تكفي البيت احيانا مع الراجل واحيانا لانها لوحدها بس العموم في الاسر الست والراجل بيشتغل علشان الهدف الاكبر للأسرة وللمجتمع تخيلوا كده لو الستات ما كانوش خالص اشتغلوا من بداية التاريخ قد ايه كان هيكون في نقص في صورة الحياة وقد ايه كان هيكون الامر مرهق على الرجال الشيوخ المسلمين دايما يقولوا ايه انه انتي انتي بتخرج علشان تاخدي دور الراجل لا هي بتخرج علشان تعين الراجل وتقوم بدورها تقوم بدورها الحياة ليست قائمة عليك لوحدك خالص يعني الاية في الكتاب المقدس ان الله خلق الزكرة والانس على صورته ومثاله وبعلم بيقول كده وقدهم الاتنين سلطان الاتنين انه هما يكون لهم سلطان على الخليقة كلها الاتنين ويجي في آخر الآية كده يقول زكر وانثى الاتنين في جوردين فيترسون ده يعني هتسمعوني بتكلم عنه كتير لانه هو معظمكم هيكون سمع عنه لانه عمل حوارات مع شيوخ غربيين مسلمين وتكلموا في الإسلام أيضا وطبعا الكلام عليه انه عايزين يخلوه يسلم والكلام ده كله لكن ده راجل عالم مفكر فيلسوف بتاع علم نفس يعني اولا عنده كتب شهيرة جدا فليه مقطع بيتكلم فيه عن المرأة العاملة وبيقول انه الستات عندهم قوة غير عادية في انها تشتغل في مراكز عالية جدا وازاي تنظم وتخطط وتنظم وقتها وفي نفس الوقت تلاقيها بتخرج بتعمل رياضة وبتشتغل في المكتب والمحاميات مثلا في الغرب تلاقيهم كده تلاقي عندها خطة ليومها وترجع برضو في البيت عندها توازن في انها تقضي وقت مع الولاد وفي نفس الوقت تقضي وقت مع جزها والكلام ده كله فبيقول بقى انه التوازن اللي بنلاقيه في المرأة العاملة اللي بتوصل لأماكن نجحة كبيرة وعالية كده بتلاقي الراجل اللي في نفس المكان ما بيقدرش يعمل اللي هي بتعمله لان الله مديها قدرات انها تقوم بالدور ده وتبقى ام وتبقى يعني انا بشوف دور المرأة العاملة انها ام من جميع النواحي بتدي الدور الاجتماعي بتدي الدور الاخلاقي بتدي الدور الديني بتدي بتقوم بدورها في يعني اشباع العائلة والعمل على ان العائلة تعيش بطريقة مريحة او افضل او تبني المستقبل وبيقول انه الست اللي بتشتغل بالطريقة دي ممكن تشتغل 60 80 ساعة في الأسبوع لكنها بتيجي في وقت معين وتقول لا خلاص انا كده عملت الفلوس اللي انا عايز اعملها ربيت العيال بالطريقة دي دلوقتي انا هعيش حياتي بقى الاولادي والاحفادي وعيش بطريقة تانية مش عايز اشتغل 80 ساعة ممكن اشتغل 40 الراجل يجد صعوبة في ده الراجل اللي تعود على الشغل بالطريقة دي يفضل يكمل في الاتجاه ده وما يبقاش عنده الاستعداد ان هو يقلل الشغل عشان يلاقي وقت للأسر لكن الست بتقدر تعمل اللي اتنين وتزبط نفسها من الحاجات الجميلة لجوردان بيترسون بيقولها انها الست اللي في المراكز دي بتشتغل بالقدرة دي بتبهر الجميع بنجاحها وبعدين تختار التوازن في الامر الكتاب المقدس بيتكلم عن ستات بهذا الشكل نساء ابطال ايمان وشخصيات قيادية متميزة جدا ممكن لا يذكر لهم اسم لان الكاتب ما ذكرش الاسم لكن تتعرف القصة ويبقى اللي بيقرأ الكتاب بيبقى عارف انه دول ابطال القصة في الحتة دي زي مثلا الستات القابلات اللي فرعون في 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 سفر الخروج لما فرعون حاب يقتل اولاد شعب اسرائيل فجاب القابلات دول اللي بيقال انهم ممكن يكونوا مصريات وممكن يكونوا من من شعب اسرائيل وقال لهم لما يتولد ولاد تقتلوه القابلات دول هم اللي ساعدوا الستات انه يعني انه الاولاد يعيشوا لانه قالوا احنا ما نقدرش دول ستات قوياء كانوا عندهم حكمة انه هم يردوا عليه بطريقة توقفوا عن بعض الشر وتخرجهم من المأزق ده نساء كتير في العهد القديم الكتاب المقدس في سفر اعمال الرسل لما يقول وكان الرجال والنساء بينضموا الكنيسة كل يوم اللي اتنين الرجال والنساء بيتطهدوا على السواء اللي اتنين لان اللي اتنين ليهم مكانة واحدة بيعملوا في المجتمع بشكل واحد بيعيشوا حياتهم بحرية واحدة وفقت أملمت وافق المرأة منذ بدء التاريخ قادت علمت اتكلمت ورسلت في العهد الجديد على قدم المساواك الرجل ووجهت الشيطان في عصرها زيها زي الراجل النقطة دي تخليني أرجع لحاجة أنا قلتها دايما أنه الإسلام أضر الرجل زي ما أضر المرأة لأنه شبعوا بأفكار شيطانية فالضرر الأكبر بقى للأسرة كلها بقى عندنا أسرة مريضة بالحكم على بعضها ومحاولة السيطرة على بعضها والصراع الداخلي في الأسرة وعدم الأمان اللي بينتج عندها في الأسرة فالشيطان أضر الاتنين الحرب ليست ضد المرأة فقط ولكن الحرب على روحك أنت كمان خليني يكلمكم على الفيديو اللي جاي ده الفيديو اللي جاي ده هيكون بالانجليزي فسأنا هقولكم فحواء يعني الشيخ ده شيخ عايش في تكساس في أمريكا هتشوفه شكله دلوقتي يعني الفيديو ده جزء من مناظرة عملها مع واحدة ستة مسلمة هو بيقول إن الست لازم تقعد في البيت وإنه الجامعة مش الستات وإنه محدش يسألني إنت ليه إنتوا عايزين إنتوا مش عايزين يبقى فيه ستات ده كثرة ما الست لازم تتعلم عشان يبقى فيه ستات ده كثرة عشان نحافظ على عفة الستات وكده وزه 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 من السؤال ده هنشوف ده لكن في مناظراته مع الست المسلمة المحجبة باحتشام الزكية جدا اللي أفهمته في أمور كتيرة واظهرت قلة فهمه في أمور كتيرة كان في منتهى قلة الأدم وفي منتهى السخافة والبلطجة بسلطان الدين استهزق بيها والتهمة بقلة العقل والكلام ده كله بسلطان الدين يعني الست بتقول ليه المرأة ما تتعلمش وهو بيقول لها طب وانتي ما تجاوزتيش وهو مش هتتجاوزي انا ممكن اسألك كمان على سنك حاجات في منتهى الصخافة ما فيش حد يبقى له يبقى له قيمة او يبقى للي بيقوله قيمة اذا اختلف المعيار مع الواقع في الاسلام اقولها تاني عند المسلمين او شيوخ المسلمين لا قيمة لما تقول مش هتاخد ثواني تفكر في الامر وتوزنه اذا اختلف المعيار مع الواقع الاسلامي لما الكتاب اما الاسلام يقول الستات تقعد في البيت يبقى تقعد في البيت المجتمع اختلف الواقع اختلف الاحتياج اختلف الدنيا اختلفت ما تفرقش والخرجين عندها غير مقبولين لما تكون المرأة تتساوى بالصفهاء في الاسلام المرأة والطفل والسفيه تتعامل معهم ازاي فازاي هيقعد مع واحدة ست ويحترمها ويفهم اللي هي بتقوله اذا كانت هي في نظره سفيها شوف الفيديو ده وهو بيتكلم عن الناس اللي بتسألوا عن ليه الطبيبات انا حب هو الفيديو الانجليزي لكن فيه عربي مكتوب وانا هتكلم والفيديو شغال بس مهم انكوا تشوفوا انه الاسلام يعني يفسد عقول وقلوب وافكار الناس حتى ولهم عايشين في اكتر البلاد حرية وفهم وانفتاح وكل ده شوف الفيديو بيقولك يعني يوم الناس بتسألوا احنا محتاجين طبيبات وكده لخدمة المرأة المسلمة مش ده الاحتياج دايما الناس بتسألني لما بنتكلم على طب ليه ما فيش ستات احنا محتاجين ستات فبيقول انه الناس ويات هما اللي بينادوا بداها ده مش سؤال نسويات ده سؤال الناس بتتكلم بقى انت عايز الست ما تروحش للدكتور راجل طيب مش نخلق نعلم الستات عشان يعالجوا بعض في جزء تاني من الفيديو يقولك ايه يعني ما هو في حلول تانية لانه لو الست عيت قوي 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 خالص يعني لو ما فيش بقى يعني لو هتموت بقى ممكن تروح للدكتور راجل اصلا بيتكلم ده ما يعرفش الستات بتعاني ايه لانه راجل هو مش حاسس بمعاناتها يعني ممكن الست لازم تستحمل انها تبقى مثلا عندها فشل كالوي لازم توصل للفشل الكلوي علشان يقدر يوديها الدكتور خلاص هتموت وتفضل هي في قلم ويقولك انه الستات لازم يحموهم من مروح الجماعات الفكرة دي متفشية في مصر انتوا ازاي بتودوا ولادكم الجماعات ده الجماعات كلها كفر ده الجماعات بتبوز البنات كل ده دلوقتي كمان المسلمين في الغرب بينادوا بالموضوع ده نشوف الفيديو اللي جاي وهو بيدافع عن ليه احنا نودي بناتنا للجماعات و يعني لان ده بيبعدهم عن السن الافضل للزواج فالاحسن نوديها مدرسة اسلامية تتعلم فيها الاسلام والطهارة والمش عارف ايه والحاجات البدائية دي منوها عند اربع سنين يدخلوا البيت المدرسة الكتاب بقى اللي هو بيقولوا عليه المدرسة الاسلامية الكتاب يعني هو حتة كتاب في جامع برضو ويحطوا عليها فتة مدرسة بس هي مدرسة تعلم الاسلام فقط فيوصلوا البنت لانها تتعلم مش كل حاجة ده عايش في امريكا في تكساس ومش بيعلموا البنت كل حاجة كأنه بالضبط في افغانستان احنا نعلمها بس الحاجات المهمة الدين وشوية حاجات كده تنفع بعض الحلول في البيت وقلك يجي بقى سن الجواز بقى من 13 14 15 16 ده سن الخصوبة فده السن الأفضل للجواز وبعلم بيقول عليه السن الأفضل لسوء الجواز اسمع موسيقى موسيقى بيقول لك موسيقى 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 يعني كأنه مثلا سعر السلعة في السوق موسيقى فنلحة تمرد في قرآن حديث اعتذل فيقه اعتذل كيف تحرك تحارة من 4 حتى 13 ثم عندما تحديث لديك أجهزة جيدة لديك أجهزة جيدة في سوق الجواز بيبقى يعني top 13 14 15 ده سن الجواز بتاعها لكن بقى تنقوا الأسكياء اللي هو بقى بيقول بقى في حتة تانية إنه يتعمل لهم بقى امتحانات معينة ويميزوا بطريقة معينة يعني مثلا بيقولك 3 من كل 10,000 ياخدوا منهم دول ودول اللي ممكن يروحوا بقى يشتغلوا يدخلوا جامعات ويتعلموا بعض الحاجات اللي تخليهم يبقوا ده كترة وممرضات الإسلام دائما يضع الإنسان أو عقل الإنسان في علبة البنت اللي كانت بتناقشه كانت بتقول كلام ممتاز جدا جدا وكانت بتقوله بتواجهه مثلا بفكرة إنه هو مع الاغتصاب الزوجي مثلا وبعدين بتقوله إنت مع الاغتصاب الزوجي وبتقول للناس إنه فيه اغتصاب في الجماعات فقال لها أنت مش عارفة إن الجماعات بتاعت الكفار فيها اغتصاب قلت له أنا مالي ومال الكفار اغتصاب عند الكفار ما أنا مالي أنا بتكلم على المسلمين الإسلام يضع العقل الإنساني في علبة الضمير الإنساني في علبة كده ويقفل عليه المرأة في المجتمع الإسلامي في مواجهة مع شيطين الإنس اللي زي الراجل ده لأنهم دول بقى اللي بينتهكوا القلب والفكر والعقل والروح في الشرق للغرب شوفوا بقى الفيديو اللي جاي ده أنا قلتلكم فيه واحد حنين كده شوفوا بقى الحنين ده لما يعني يكلم على بمنتهى الثقة قد إيه عمل المرأة بيفسد الحياة الزوجية تفضل راتب بعض النساء يساعد على خراب البيت أكثر مما يساعد على استقرار المرأة إذا عملت أنفقت وإذا أنفقت استرجلت والبيت لا يحتمل رجلان حكم يعني إيه أنا بصراحة ببقيتش بصدقة نفسي من كتر الصدمة من الحكم اللي بتخر يعني إيه المرأة إذا إذا اشتغلت أنفقت وإذا أنفقت استرجلت الست بتشتغل وبتعرق علشان تنمي الأسرة عشان تفيد الأسرة مش عشان تحوش لنفسها وإذا حوشت لنفسها ده يخليها تسترجل بصد عندما يقيد القرآن الرجولة ودور الراجل بالمادة ينتج في المجتمع رجال لا يفهموا اتساع معنى الإنسانية وإمكانيات الإنسان المعتى من الله فيحددوا أنفسهم قبل ما يحددهم نقصه الفكر الإسلامي هو اللي خلى الراجل يفكر أنه الإمكانيات هي المادة المكانة هي السلطة القوامة السيطرة لكن الواقع الكتابي بيقول أنه الإمكانيات هي المحبة والفهم والعطاء والبازل المعطاء من الله من أنك تكون شبه الله من محبة الله اللي تخليك ما تشوفش نفسك أحسن من الناس ولكن تخليك تشوف نفسك بعيون الله غريب جدا أنتم صنعتم الفواصل المادية في الأسرة وربيتوا الستات على استغلال الزوج بدل من المساندة وربيتوا من الرجل على شراء الحب والإيمة والتقدير بالدراهم إحنا علمنا المجتمعات الإسلامية بتضع أهمية كبيرة على أن الراجل هو اللي يصرف هو اللي يعمل فالست تدور على الراجل عشان يصرف عليها مش عشان يشاركها ويحبها ويلتقي معاها في الأفكار يعني هذا الفكر سلخ من العلاقة الزوجية أنه الست المتعلمة الرزينة اللي ليها مكنتها في المجتمع تقعد يبقى ليها دور وفي النقاش الأسري مثلا والحياة والقيمة اللي بتطفيها على أسرتها وزوجها نزع الصورة دي لكن المجتمعات السوية بتلاقي فيها الست والراجل قاعدين يتناقشوا في أمور حياتهم يرتبوها حسب الكتاب يرتبوها حسب المبادئ الإنسانية واحترام الآخر مثلا الأسر المسيحية بتبني الأسرة كلها على الفكر الكتابي على أن الله هو المركز الثقافة الإسلامية خربت النفس الإنسانية فأصبحت يعني الثقافة دي هي الشيطان اللي بتواجهه المرأة والراجل النهاردة فيه ممكن نحط الفيديو ده آخر فيديو لكن مش هاخد كل اللي قاله الشيخ لكن خليني الشيخ ده بيقول أنه جاب لنا النهاية نستات ممكن تشتغل لكن ليه عشر ضوابط لعمل المرأة خلينا نشوف أمر المرأة أن تقر في بيتها لأن لها أعظم وظيفة في البيت أعظم وظيفة لا نقول أن المرأة الماكثة في البيت عاطلة من قال لكم هذا؟ بل المرأة الماكثة في البيت عندها عمل ووظيفة شريفة أعظم مهنة وأعظم وظيفة لهي تربية النشأ تربية الأولاد القيام بشؤون الأهل والوالدين والأسرة وقيام بشؤون الزوج هذا الفكرة التغريبية الذي يريد أن يخرج كل النساء إلى الشوارع لمزاحمة الرجال هذا ما يريدون بعد كده بيقولك أنه في عشر حاجات الست اللي عايزة تشتغل يعني لازم تلتزم بيهم فبيقولك أولا المعطيات العشرة أنه نمرة واحد أنه لازم يكون عندها إذن من الزوج أو الولي وأنه العمل لازم يكون ملائم لطبيعتها عكس الغرب الكافر لا يليق بها أنها تشتغل مثلا في حاجات يدوية ولا تقود سيارة ولا ترك ولا أي حاجة زي كده لأنه ده يتعارض مع أنستها حط الإطار بتاع القنوس عشان يحطها ويحبسها فيه وأنه العمل بين النساء في مكان منعازل لأن الاختلاط هو البوابة الأولى الفحشة فكل ست محتاجة تصرف على نفسها وعلى عيالها لازم تشتغل في مكان منعازل في الصحرة مع ستات بس كلام مش واقعي خالص ولا إنت عندك حاجة في دينك بتقولك أنك إزاي ترعى الستات دور خالص يعني يعني الستات النهاردة بيدخلوا السجون لأنهم بياخدوا شكات بيكتبوا على نفسهم شكات على بيض عشان يأكلوا العيال كل يوم كتير جدا اللي بيتقال عليهم في القانون دلوقتي الغريمات تاخد دينة علشان تجوز عيالها وبعدين تدخل بالسجن ملهمش حل مجتمعك ودينك لا يجد لهؤلاء حل بس برضو نقول لها روح يعودي في الصحرة اشتغلي مع ستات بس كلام غير واقعي وغير معقول ويلغي يعني الست اللي أنت مجوزها ويعندها 12-13 سنة دي اللي مش متعلمها تشتغل إيه إيه الحلول اللي أنتو بتدوها للناس كلام غير واقعي كلام ذكوري كلام فادي كي إنه الاختلاط ما ينفعش حجاب شرعي كامل تلتزم بالأدب الشرعية غض البصر التمايل الالتفات الكعب العالي لا تمشي في وسط الطريق تمشي على حفة الطريق تغفض رأسها أنت بتتكلم مع يعني هل مثلا هي حيوان هتحط له الغمامات دول مثلا البقرة ولا الحصان اللي بتحطوه يدور السقية ما تشوفش إلا كده وقطي رأسك إيه ده إيه ده كلام لا يليق أنا عايزة في الدقايق اللي جاية دي عايزة أقول لك اللي ربنا حطه على قلبي والثاني النهار ده إنه يقول لك إمتك إيه عنده أولا أنت مخلوق على صورة الله أما ما بيقول أنا عملتك على صورتي شبهي تتصلتي زي ما الراجل يتصرت لأنه على صورة الله خلقه وخلقك زكر وأنسى أنت وهو واحد أمام الله ليك دور ليه دور الأدوار تختلف الأدوار تختلط الاتنين واحد أمام الله في خليقة الله الرب بيقول لك بيقول لك النهار ده أنا أتمنتك على الأجيال القادمة لأنك صورة لمحبتي ورعايتي وحكمتي الله بيستخدمك ويهبك زوج زيك تماما مساوي لك في كل شيء بيتعادل معك في كل المسئوليات بيقول لرب كده أنه أنا كمان بديكي مواهب روحية زيك زي جوزك بيقول كده في في سفر أعمال بيقول ويكون في الأيام الأخيرة أني أسكب من روحي على كل بشر فتنبأ بنوكم وبناتكم ويرى شبابكم رؤى ويحلم شيخكم أحلام وعلى عبيدي أيضا وإمائي أسكب من روحي في تلك الأيام فيتنبؤون الله يسكب روحي روحه عليك زيك زي جوزك زي ابنك زي أي راجل حواليك وإنت عايشة في معاية الله انتم بأبنائي ليس بينكم تنافس ولا فرقة ولا فرقة لأنكم جنس مختار كهنوت ملوكي أمة مقدسة شعب اقتناء لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى النور انت كل ده وانت كل ده عشان تخبر بفضائل الله انت مدعوة للرسالة ليك رسال انك تكوني انت رسالة المسيح للحواليك انت سفيرة للمسيح الله يعز بيك يعني حياتك تمثل حب ورعاية الله لمن حاوله فيتصالحه مع الله انت غنية بمراث الله فأولادك وأحفادك يورسوا منك معرفة الله وبركات الله لألف جيل كما وعد الكتاب المقدس تشجعوا وتشددوا لأن الله معكم ومحبته تغطيكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة